طيب زي ما قلت لحضراتكم في البداية مجمع الدكتور حسن مصطفى هيستضيف بطولة السوبر لأفريكي الكورتال يد يوم عشرة دي طبعا خطاب الاتحاد اللي أرسله لجميع الأندية ويوم عشرة سبتمبر القادم وعايزين أقول لكم إن الماتش هيكون الساعة 7 بالليل وبدأت طبعا الاتحاد خاطب الأمن عشان يحصل على الموافقات الأمنية لحضور عدد قليل الماتش وهيكون 40 فرد سمعنا كلام إنه عايزين يفتحها بجمهور وغير جمهور لا الكلام ده مش صحيح الصحيح إن الاتحاد بعت خطاب طالب بحضور 40 فرد لكل نادي فقط يعني لو قلنا يعني قلنا عضاء مجلس الإدارة ممكن يكونوا من ناحيتين أو يعني طبعا البورد أو يعني الحضور ممكن يبقى في الآخر 30 فرد فقط من كل نادي ممكن هم اللي يحضروا ده عدد قليل وده الاتحاد شايف رؤيته كده وعلى فكرة الماتش ده الاتحاد حريص جدا ويطلع بصورة جيدة لأن الماتش ده مش بتتفرج عليه بس الجماهير المصرية ولكن جماهير أفريقيا كلها بل أيضا جماهير العالم كلها تتفرج عليه لأن اللي هيكسب هيروح بطولة العالم في السعودية وكمان هيجب أول ماتش البطل أفريقيا مع بطل أوروبا وهو برشلونة إذن كل العالم هيشوف هذا الحدث الرياضي الكبير وهذه المبارضة ترجمة نانسي قنقر